بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد وهب الله تعالى السيدة عائشة رضي الله عنها وهبها ذكاء فطري وذاكرة قوية وداها كمان الحفظ السريع أهلها رب العالمين سبحانه وتعالى عشان تتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانها بكثير من الوسائل وهي من هي في رواية الحديث وتعليم المسلمين سنة رسول العيسة والسلام وكذلك تفسير القرآن الكريم رضي الله عنها نشأت في بيت أبيها سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو بيت ربنا سبحانه وتعالى أدنى أن نوره بنور الإسلام مبكرا وهي نفسها حتى بتقول وتحكي عن سيرتها بتقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين يعني هي نشأت على الإسلام منذ بدايتها فتربت في هذا البيت العظيم البركات تحت رعاية أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل الصحابي العظيم الذي هو أحب رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كمان أول من سند الدعوة الإسلامية وأنفق عليها من أموالي الخاصة عشان ليشتد وعمل ده خالص لوجه الله الكريم ليشتد بذلك عود الإسلام الحنيف عاشت أمنا السيدة عائشة في بيت النبوة كذلك بعدما تزوكت بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهلت رضي الله عنها من المعين النبوي الصافي وعرفت السيدة عائشة رضي الله عنها بتطلعها الكبير أوي والواسع جدا في طلب أنوار الوحي الشريف عشان تستفيد من العلم والفهم في نفس الوقت فهي رضي الله عنها كانت مثلا من نبوغها وحرصها على طلب العلم وفي ده إثبات على إثبات سنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ده من تأييد الله لسدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الوحي الثاني وهو السنة النبوية المطهرة تجد من سمات أمنا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن شدة حرصها في طلب العلم إنها كانت كثيرة السؤال كثيرة الاستفسار شديدة التدقيق والتمحيص والتنقيب ما فيش حاجة تمر عليها كده إلا لما تفهمها كويس واشتهرت بذلك رضي الله عنها كما أخبرنا أحد مريديها من التابعين أبي مليكة رضي الله عنه لما قال إن ستنعائشة كانت لا تسمع شيئا تسمع شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم إلا راجعت فيه حتى تعرفه كانت دقيقة جدا في طلب العلم وإنها ما بتفوتش حاجة في طلب العلم وعلى طول بتسأل وطبعا السؤال نصف التعلم ومش كده وبس ده كانت كمان ستنعائشة يعني زي ما قلنا إنها كثيرة التدقيق والتمحيص والسؤال عشان تتعلم وعشان تفهم وما كانتش أسئلتها أسئلة يعني اللي هي لا جدوى من ورائها لا دي أسئلة مدققة محققة مفكرة فقيها مفسرة فتسأل زي ما سألت النبي عيساته السلام في الحديث الشهير اللي كلنا حفظينه بس عايزين نقف عنده دلوقتي من جانب آخر طريقتها وهي بتسأل النبي عيساته السلام وفقهها في سؤالها أصل الإنسلم بيسأل بيبن فكره بيبن إلي شغله فهي فقه أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تجلى في سؤالها لرسول العيساته السلام واللي هي روت لنا ما سألت النبي وبما أجابها صلى الله عليه وسلم تقول أمنا السيدة عائشة قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر لو ربنا وفقني كده وفي إحياء الليالي العشر فوفقت لليلة القدر ما أقول فيها هي عرفة إن الليلة دي العبادة فيها خير من ألف شهر وإن الليالي دي من الليالي الشريفات ما هي ليالي أيامه ليالي رمضان كلها مباركات وبالذات ليالي رمضان وبالذات العشر الأواخر اللي فيها ليلة القدر ما حبيتش الليلة دي تفوت دون أن تفوز وتحضى بدعاء كريم من حضرة رسول الله عيساته السلام وهي في بيت النبوة النبي عيساته السلام كان إذا دخل العشر كان نبي عيساته السلام بيستيقظ بيوقظ أهله للصلاة والذكر لكني عندها نهم في طلب العلم ما أقول فيها ما أقول فيها لو أنا عرفت أو ربنا وفقني لليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ما قل ودل والعفو يشمل العفو والعافية للإنسان في الدنيا والآخرة وده من فقه أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه ومن توفيق الله لها أن تسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فيأتينا هذه الإجابة وترويها أم المؤمنين وتعلمها الصحابة والتابعين ويصل إلينا هذا العلم غضا طريع وده من تأييد الله لسيدنا رسول العساء والسلام في بيته طلب للعلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلموا على آل بيته الأطهار وكمان الصحابة من الرجال والنساء كل قاعد في جندية طلب العلم كل حريص على التلقي من حضرة رسول العساء والسلام وهذا من تأييد الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حفظ الله لسنة نبيه المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها هي منذ نعومة أظفارها هي في رحاب الوحي تسمعه في بيت أبيها خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت سدن رسول الله صلاة والسلام وهي كما ذكرنا وذكر أهل العلم والتحقيق كانت شديدة الذكاء قوية الذاكرة مقبلة على العلم بكلها بالتلقي تتلقى العلم وكمان تحفظ العلم وتسعى بالسؤال للفهم لقد كانت رضي الله عنها وهي صبية بتلعب تسمع الآية من القرآن فتحفظها وتضبطها تضبط يعني تضبط مكان نزول الآية الآية نزلت فين وإمتى نزلت يعني مش بتحفظ الآية القرآنية بس لا ومكان النزول وفين نزلت وما يتعلق بها من الأسباب كل دا تحفظه أمنا عائشة رضي الله عنها حيث تقول لقد نزل بمكة شوف تحديد المكان هي حفظ الآية نزلت فين على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب ونعيل صغيرة بلعب بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر في صورة القمر في آية من آيات صورة القمر وبتحكي كمان وبتقول رضي الله عنها أمنا السيدة عائشة وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده وتعني وهي عند في بيت النبوة الشريف لأن السيدة عائشة بعد ما انتقلت إلى البيت النبوي الكريم حضرت كتير من نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وإن الوحي كان بينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ينزل وهي معه وأمنا عائشة معه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا فيه لحافيه الأمر اللي جعل أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتلتقط الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتحفظ الآية بقوة وتعي الأحكام وتعي كمان مقاصد الأحكام فجمعت رضي الله عنها إلى حفظ القرآن معرفة معاني القرآن وأنها تفهم معاني الألفاظ ومرادفتها ومقاصدها وتفسير الآيات فأصبحت أمنا سيدة عائشة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أصبحت من كبار المفسرين للقرآن الكريم ساعدها على كده بردو إنها كانت عندها معرفة شديدة كانت بارعة في اللغة العربية صحيح العرب كلهم كانت لأن ده الفن بتاعهم دي الثقافة بتاعتهم كان في حب وعشق للكلمة إلا إن هي كانت بارعة عندها دقة في معرفة وحسة عالي باللغة العربية وكانت ملمة بأشعار العرب وآداب العرب ده برضو ساعدها على إنها تقدر تفهم معاني القرآن وتعلم تلمزتها ودي لنا وقفة عندها تعلم تلمزتها من الصحابة رجالاً ونساءاً وبعد كده من التابعين لإنها ليها مريدين كتير جداً وليها تلمزة كتير جداً رضي الله تعالى عنه هي ما كانت لتكون كذلك إلا بالتربية النبوية الكريمة إنه النبي عليه الصلاة والسلام أعد بجيل علمي خطير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وآل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم وكذلك صحابة النبي الكرام كل دول مطلقين للعلوم شيء يصعب معه فوات السنة بأي حال من الأحوال ولا يقول ذلك إلا مكذب اللي يقول إن السنة ضاعت ولم تدون ولم تثبت من القرن الأول منذ زمن النبوة هذا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها من كبار المحدثين المتميزين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانت من كبار حفاظ السنة المتقنين الضابتين كان عندها شد الضبط تراجع متن الحديث كويس مع فهم الحديث وانتازت عن غيرها من الصحابة إنها سمعت الأحاديث دي مباشرة كده مشافهة كده من فهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنها انفردت رضي الله عنها برواية أحاديث الحقيقة لم يرويها عن النبي عيسى والسلام غير أمنا السيدة عائشة لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك بيرجع لأمنا السيدة عائشة الفضل في نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس وهي رضي الله عنها لو لم تنقل لنا ما تلقته من السنة النبوية المطهرة يتلقت كثير من السنة النبوية لو لم تنقل هذه السنة لضع قسم كبير منها خاصة في الأمور اللي في حياة النبي أو اللي هي متعلقة بتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام بالذات في بيت النبوة الشريف وفي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهلي زي ما روت لما سئلت رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقالت كان يكون في مهنة أهلي فإذا حضرت الصلاة خرج ما كان شيء إلا أنه صلى الله عليه وسلم في خدمة أهل بيته محتاجين مساعدة في حاجة محتاجين استحضار شيء محتاجين مساعدة في البيت هذا المعنى العظيم اللي نقلته أمنا السيدة عائشة عشان تعلم رجال الأمة كيف كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين كان فيه كان يكون في مهنة أهله إيه اللي يشغلوا عن أهله مش صحابه والخروج والتنطيط والانشغال عن تربية الأولاد والقيام بحق الزوجة والأولاد لا اللي كان بتشغل الصلاة فإذا حضرت الصلاة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ثم يعود ليكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم هي روت لنا هذا الحديث وكان أمنا السيدة عائشة حفظها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتقان الحفظ ده كانت هي بتعتبر مرجع كبير جدا للصحابة فأي شيء يختلف فيه أي شيء يقع يعني يبقى فيه نوع من الشك فأي شيء يختلف فيه من الأحاديث بيرجعوا لأمنا السيدة عائشة فيجدون عندها الجواب الشافي اللي بيحثم أي نوع من أنواع الخلاف ما بينهم وتعالي نشوف أحد تلامذة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة كنستنا أبو هريرة من عدته في تلقي العلم من أمنا السيدة عائشة يدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كده جنب حجرة أمنا السيدة عائشة يجلس بجوار الحجر يسمعها ماسك يسمع السيدة عائشة ما يحدث به الناس فيسمعها الحديث اللي هو بيعلمه اللي بيرويه للناس بيرويه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعدين يقول لها والعلم الذي يعلمه كذلك للناس فهمه ثم يقول يا صاحبة الحجرة على أمنا السيدة عائشة أتنكرين مما أقول شيئا يا صاحبة الحجرة أتنكرين مما أقول شيئا في حاجة من اللي أنا قلتها أو سمعتها أو عرضتها عليك من العلم تنكرينه علي ترجعين فيه يعني بياخذ منها الإجازة على ما يعلمه للناس وعلى فكرة سيدنا أبو هريرة من من روى عن أمنا السيدة عائشة ممن تلقى العلم على أمنا السيدة عائشة كان بيراجع على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمنا السيدة عائشة فبيراجع معها العلم رضي الله عنها وده لإنها بلغت درجة كبيرة وعالية في التمكن من العلم حتى إن هي صارت مرجع كبير للصحابة وصار حتى كما ورد إنه معاوية في خلافته كان بيكتب إليها الرسائل الرسائل دي تبقى عبارة عن أسئلة بيسألها لها يسألها عن حكم يسألها عن حديث معين أو عن شيء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما كانش بيطمن ولا يصل إلى اليقين إلا في أي شيء فيه نوع من الخلاف أو شك إلا من غيرها كان هي المرجع الأساسي حتى يرد عليه جواب أمنا سيدة عائشة فيبرد صدره ويطمئن لما كان يستعلم عنه وده من مكانتها العظيمة في تلقي العلم وتلقي الوحي من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك مكانتها فإنها بتعلم العلم للصحابة وللتابعين فرضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قلوب عامرة مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون مرحبا بالجميع نذكر سريعا بصفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا بنتشرف أن احنا بنستقبل أسئلة حضرتكم على الصفحة بنجيب عنها في اليوم المخصص للرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بيرسلون عبر صفحتنا اللي هو يوم الأربع وبتكون الإجابات التفصيلية يعني أكثر تفصيلا عن رد في حلقات الهواء وبنعرض يوم الأربع كمان كتابنا كتاب قلوب عامرة اللي كان بيتزاع يوميا في شهر رمضان المبارك بنوزعه على مدار العام حلقة كل أسبوع احنا بنلتقي وحضرتكم مننا السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وفي شريف استقبال أسئلة حضرتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلب الأسئلة في ذات الحلقة فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص يا أستاذ عفاف أهلا بيك يا سيدة الكل أهلا وسهلا شكرا على حضرتكم معي العفو يا فاند والله الحمد لله ربنا من على يوم 13 سنة والبت نقابي وكنت بشتغل وطبعا كان فيه اختلاط بالرجال فالنقاب كان مريحني كتير دلوقتي أنا بقالي أكتر من خمس سنين فأجازات بسبب أني يعني تعبنى شوية والنقاب دلوقتي مسبب لي نوع من الضكوة لدرجة أنا ما بقيتش بأكتر أخرج بسببك يعني يساعدني جدا فهل لو أنا استغنيت عن النقاب هل في ذلك يعني اسم أو شاء حاضر حاضر شكرا زادك الله وحرصا على الخير معنا يا أم سيف عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله سيدة الكل الحمد لله ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجعلنا وإياكم من سعداء الدارين آمين يا رب يريد تتعيد بطاعة الحالة ولو قليدي اسمها الحالة وبنتي بالنجاح بنتك اسمها إيه؟ اسمها هادير 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 حاضر بص يا دكتور أنا كان عندي ونسي مشكلة في واحدة صاحبتي بس هي مش هدا تتكلم مع حضرتك لا مفيش مشكلة بس قوليلي بالراحة أنا سامعيت تمام هي دلوقتي جزعة عصر في الشوكي وهي كانت يعني بتتفع الخير يعني بتزوج ع رئيسة أيثام ودخلة في الخير دلوقتي حضرتك هي بعد ما جزعة عصر كده فالكوسي كانت بتجيلها دي مفيش فروس دخلة من عندي جزعة يعني وهي مرتبة قليل فكاد بتاخد الحاجات الدخلة دي بتصرف عشان جلتها كانت يعني في دراسة أو بطياسة تصرف عشان الدروس يعني هي هي اللي كانت بتجيب الحاجات دي من مال الزوج تتزوج تتجوز يا تاما ولا ايه؟ الحاجات دي كانت بتيجي تبرعات عن طريق الناس برا وانا يعني كانت بتجوز الناس يعني عن طريقنا تمام فهي دلوقتي لما تعثر الزوج في العمل اي حاجة بتيجي من خارج يعني بتاخدها لها بس اللي المتبرع متبرع لأجل لا ثانية واحدة المتبرع متبرع عشان تجهيز عرايس مش مساعدة ناس لا تجهيز عرايس بس؟ تمام ايه تجهيز عرايس أو في مثلا حد يتعثر في إزار في أكل الشرب بنجيبها كده أو كده تمام دلوقتي يا حالين يعني ما بقتش تدي يعني بس هي كده كل حاجة كدبها كل حاجة بتاخدها كدبها يعني الناس المتبرعة بتنفق في بابين باب تجهيز العرايس وباب سد حاجة المحتاج من طعام أو شراب تمام او إيجار ايه او إيجار هي اللي بتنفقه وبتاخده حتى اللي كدبها في طعام وشرب وإيجار ولا في إيه؟ لأ بتاخدوا بقى في الفترة اللي جوزة تعصر كاري بتاخدوا ليها بقى تصرف على بيتها او بس هي كدبية يعني كل حاجة بتيجي من أي حاجة بره بتكتفها تمام اسمات فضالي ألو فضالي يا فندم إزاي حضرتك يا دكتور يا رب تسميك فيه الحمد لله يا رب العالم دكتور أنا مش هطول على حضرتك بس أنا يعني هحاول اختصر على قد مقداري عندي فضالي يا فضالي اه أنا عندي 37 سنة ومعي تفلين وممتي وبوين تفلين من وانا عندي سنة تمام؟ اه عشت مع جدي فترة وبعد قبل ما يتوفق سنتين اه واحدة عشت مع ممتي تمام؟ اه اه انا حاولت اتقرب كتير من قبويا هو قبويا مش بيحبني حاولت اتقرب منه كتير جدا هو رفضني رفضني كابنته انا مش عارفة اي السبب يعني انا حاولت كتير انه انا ما علش والله يا دكتور انا مش بكذب عليكي في اي كلمة بقولها بس انا فهنا حاولت كتير بس هو رفضني هو مش بيحبني يعني هو اول ما ساب ممتي راح اتجوز انا درجة ان انا شكت ان ممى تكون فترة يعني مش يعني لا 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 اه الاصل براعة الزمن اتقالت جدي وجدتي ممته ممته يعني ممته بابا وابوي قبل ما يتوفق مفيش حد بيقول على ممى كلمة وحشة عميتي الولد الوقت هو ممكن ما كانش متوافق معاها وحصل خلافات طب انا انا مريش داوة اه مكدبش عليك انا من الوقت داو انا فيه حتة جواية وكل شوية بدأت تتكسر كل حتة كل شوية انتي كلام دا من قد ايه الكلام دا من قد ايه انا 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 نفسيا انا مش مش قادري خلاص اتعمل معايا من بعد كذا ما هو كف عامله معايا ان ابني يبقى ما بين ايد ربنا وربنا هو بس اللي نجاه ولا دكتور ولا مستشفى ولا ايه خلاص انا ما عليش انا مش عايز اقطع كلامك بس مش عايزك تسترسلي في الحاجات اللي بتزعلك وتضايقك وان شاء الله ربنا يوفقنا للاجابة مستاذة سوزان اهلا وسهلا اهلا معايا الحمد لله يا اساسة سوزان الحمد لله بدي دكتورة وانا والديتي اللي سمت وفام شهر 11 اللي فيه الدوة وانا والدي سايبنينا واختي وانا عمدي سنة ما يعرفش عمينا حاجة بس طبعا يعني بنحاول ان احنا بنقرب منه وكذا بس هو رافض برده فماما الحمد لله كبرتنا ودخلتنا كليات وعلمتنا وكذا وجات جهزت اكتي عشان انجوزت وكذا وجهزتني انا كمان ودلوقتي الضيون ما لبستها عشان هي توفيت الله يرحمها بشهر 11 وانا مكنش معي حد غيرها هي بس عادين فيش اقجار مع بعض فانا وصلت المرحلة لانا بعض اقول لي نفسي يعني لي ربنا عمل كذا لي اخذ مني ماما في الوقت ده وعرف ان انا مجيش حد غيرها ساعد بعض اقولي ان انا مش بحب ربنا شو ما هو عمل كذا اوه بيحبني لا لا بيحبك بس انتي مش عارفة تفهمي حبه صح جل جلال الله وما قولش كلام ما قولش كلام يا سوزان انا بحب حدا هو الضر النافع ما ضره الا لينفع انتي شايفة الضر اللي واقع والامتحان ده شيء وحش بس هو خير ليك هيتبدى ليك تشوفي ده قريب ان شاء الله ان شاء الله يعني بس هوني على نفسك وصبري وصدنا رسول الله عيسى و السلام فقط كل حبيبه من سن صغيرة ولنا في رسول الله قصوة حسنة وسيرة النبي عيسى و السلام مليانة بحاجات كتير و سيرة الصحابة والتابعين و امثال المؤمنين و المؤمنات اللي بنشوفهم في حياتنا كل يوم بيفقدوا و ربنا سبحانه وتعالى بيعوض بس نصبر كده و نقوى و نعرف ازاي ان احنا نعدي المواقف او الموقف اللي احنا فيه هسيب حضراتكم للفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في الرد على الاسئلة بإذن الله تعالى مرحبا بحضراتكم الاستاذ عفاف بتسأل انها كانت لابسة النقاب بقالها اكتر من 13 سنة بعد كده بعد فترة الاخيرة دي حاسة بضيق منه فهل لو تركت النقاب واكتفت بيئة زيق الشارعي هل تأثم على ذلك؟ وبتقول ان انا في وقت ما كنت في عمل فيه اختلاط مع الرجال انا حاجاب على السؤال وبعدين اصحح بس تعبير عشان تبقى النساء والرجال كل واحد يعرف ما له و ما عليه بالنسبة لترك النقاب او خلع النقاب لا مانع من الاكتفاء بالحجاب الشارعي اللي هو بغطي جسمي كله عدى الوجه والكافين وظاهر القدمين عندما انرأى ذلك يبقى انا في الحالة دي انا مغطية كل شيء معدى اني كشفت الوجه يا صاحبة السؤال بالنسبة لان يبقى لي زمالة في الشغل كل انسان الرجل يعرف حدوده والمرأة تعرف حدودها ما اقولش ان ده اختلاط اقول ده اسمه لقاء النساء الرجال بالضوابط اللي احنا عارفنا الاصول المرعية انا النهاردة ماجي اقول كل لقاء النساء برجال اختلاط لا الاختلاط هو الشيء المزموم اللي معاه بتضيع الاداب والاحكام الشرعية اللي الشرع يعلمها لنا في الراجل ازاي تعلم مع المرأة الاجنبية عنه وكذلك المرأة في تعاملها مع الرجال لان المجتمع النبوي كان يلتقي فيه النساء بالرجال ولكن لقاء محمودا ومضبوطا بالضوابط الشرعية يبقى لقاء النساء الرجال امر مشروع اما الاختلاط المنهي عنه هو عنده انه مفيش بقى اي نوع من الضوابط اللي المفروض اللي من ضمنها ضوابط في المظهر وضوابط في طريقة الكلام وضوابط في النظر وغيرها من الوان الضوابط الشرعية اللي الشرع الشريف حضيني عليها حبيت بس ان احنا نوضح ونبين هذا المعنى ستة ام سيف هي وجدة عقوق من الوالدين من الوالد وهي دلوقت قبل ستة ام سيف بتتكلم عن ان هي التبرعات معزرة فبتقول انه هي التبرعات بتجيلها فلما بتجيلها التبرعات دي كانت على طول بتنفق فيه تجهيز العرايس وفي نفس الوقت ان هي بتسد حاجة المحتاج من اكل وشرب وإيجار فبتقول ان هي صاحبتها اللي مسكى هذا الامر الزوج حصل معا تعصر فيه العمل فهي دلوقت بدأت تاخد على قدر الحاجة اللي تأكلهم تشربهم وكتب كل ده الى ان يجد العمل الاصل في التبرع ان يكون على نية صاحبة يعني انا النهار ده بعلن ان كمكان بتلقى تبرعات او انا واحدة مشهورة معلومة باني امينة وان انا نية صاحب التبرع او ان انا باعلن ان المكان ده بيجهز البنات بيطعم المحتاج بيدفع الايجار يبقى اللي جاي عارف انه هيعمل كده او انه يسد الحاجات احتياج الناس العاجل يبقى المفترض اني اقتصر في اللي انا بأنفقه من الامانات اللي بين ايدي على نية المتبرع ولا تتحول اللي قائم على هذه الامانات عن هذه النية الا بإعلام المتبرع طيب بإعلام المتبرع طيب انا حت احرج اروح اقول له ان انا اصبحت من اهل الحاجة على الاقل بأؤكد على اللي بيتبرعوا حتى من دون ذكر اسمي يا جماعة انا انا بياخد لكن عندي اثر وتوصفي وضعك لكن هما مش عايزين يعرفوا نفسهم محتاجين كذا وكذا وكذا ما تجيزوا من هذا المال فباخد اذ المتبرع من غير ما تقول اسمه كما انه عايز ا اكد على نقطة مهمة انه لا يجوز اقتراض اموال التبرعات الا بعلم صاحبة انا النهاردة فيه امانات وانا مش اهل حاجة وعايز اقترض الاموال دي ارجع لاصحابها للاقتراض اما لو انا اصبحت من اهل الحاجة وان انا محتاجة هذه الاموال انا بعرفهم بس انها مش هتروح لستر العرايس هي رايحة تأكل وتشرب من باب التأكيد في اسرة وضعها كذا وكذا وتوصي في الحال وياخد الانسان على قد ما يسد به الضرورة بتاعته دي مع الاستئذان من المتبرع حتى ولو لم تذكر الاسم ولا مانع برضو ان حضرتك تطلبي لنفسك شيء بعلم اصحاب الاموال اللي هو القائمين عليها يعني ان انت اعتقدي اذن منهم يدوكي بعض من هذا المال لإدارة هذه التبرعات انا بس بقولك اكثر من خيار ليه تبلغي ليه صديقتك يا سيد امو سيف الاستاذة اسماء اللي بتسأل عن والدها انها 37 سنة وهم سايبين بعض ومهيس الناس صغير كتعيش مع جدها وبعد كده قبل عاشت مع والدتها سنتين بتحاول تتواصل مع الوالد لكن فيه جفاء شديد وفيه غلضة في التعامل فهي بتبكي ان هي بتصل وهو لا يريد ان يصلها هو واقع في عقوق ابنته لا يصل ابنته انا انت بتقولي انا ما بقيتش قادرة اتعامل معه فهل اقسم اعرفي ان احنا في الدنيا في امتحانات متوالية ومتصلة واكيد ان انا في كل مادة من مواد الامتحان عايز اعدي والانسان مش هيعدي الا بالصبر انه يتحمل ما يمر به وانه يؤدي ما عليه قدر الطاقة ويحسن الى من اساء اليه وبالذات الوالد والوالدة السبب على الاقل سبب كان سبب في وجودي في هذه الحياة بامر الله تعالى انا شايفة متحمليش نفسك فوق الطاقة وانك تقفلي الطريقة دي او تقفلي الباب على عقلك من التفكير في هذا الاتجاعش متفتحيش ابواب للشيطان ليس عليك سوى البر والسؤال عليه لو هو لو اصر في ما يجب عليه فهو اثم وربنا حيحسبه لكن انا عايزة لمعه بين يدي الكريم اكون اديت الحقوق التي علي واسأل وابر حتى وان ظلمني حتى وان قصر في المناسبات اسأل من وقت للتاني اقول له انا مش عايزة منه غير الدعاء ما يقولك انا موت واعتبريني اقول له ازاي ربنا يبرك في عمرك انت ابوي انا مش عايزة منه غير الدعاء مش عايزة منك غير كذا ما يدعيش حتى بري وقول يا رب انا يعني ارجو بهذا العمل وجهك الكريم وصبرك على دا واحتسابك احتساب الاجر انك بتعملي شيء شاق على نفس الانسان ان يصل الانسان ابوه وبعدين يجد ابوه بهذه الغلدة دا شيء مش سهل وصعب وبيوجع فانت صبرانة عشان عايزة تأدي اللي او ربنا سبحانه وتعالى امرك به حتى وان كان الاب قصر فيما يقوم به يعني احنا ناس الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا اهلا للخير اللهم امين سوزان انا بس مش عايزة اقفل حالة قبل ما اكلمك يا سوزان يال والدتك توفيت وانت بقيت الوحدك وزعلانا وبتقولي ربنا انك زعلانا منه احنا النظر بتاعنا في تقييم الامور قاصر جدا بيبص تحت رجلنا ما منع سبحانه وتعالى الا ليعطي سبحانه انتظري وشوفي وشوفي ان شاء الله هتشوفي اثر ذلك الحياة مجبولة على ايه الحياة اساسها على التغيير وعلى الرحيل وعلى الفقد وهي كده احنا اغيار دي حياتنا وهو انا لما بقى فاهم طبيعة الحياة الدنيا بتهون علي المصائب وبيخف علي الم الاوجاع والامتحانات وربنا امرنا وقال لنا نحنا نصبر واهم حاجة انك تعملي دلوقتي اللي يحقق سعادة الام اللي هي شايفاكي وكل حاجة عنك بتصلها قرأي القرآن ويوهبلها الثوابع اعملي خير ادعيلها وابتدي يقولي ان شاء الله انا حنجح وخدي باسباب النجاح وسال الله الفرج وسال الله سبحانه وتعالى انه يمدك بمدده الحي الباقي انه يوفائك ويكتب لك التوفيق وكتري من الصلاة والسلام على سيدن رسول الله انزلي شاركي في نشاطات كتيرة العبي رياضة اشغلي وقتك عشان ما تبقيش حبيسة هذه الافكار التي لن تجدي وقدام حتندمي انك انت قلتي مثل هذا الكلام يا سوزان ربنا يشرح صدرك ويسر امرك ان شاء الله اللهم امين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيمة يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافئ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم